السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرح Squad جزيلاً وحزيلاً تظهر في الفيديو جديد على قناتكم تربويات امار أستاذ محمد البخاري اليوم اجتكم فرس جديد وفرس جديد ففرس المراقب المستمر؟ المستوى الأولئي أولئي هذا الاولئي وعن نسيج الطعام هو الإنساني المقاعد يجب على مستعمل في الرياضيات إذا عندي واحد تمرين فيه هنا يوجد جوجة الأنشطة كل نشاط فيه مجموعة من الأسئلة سوف نحاول نخرج معكم هنا هنا هذا الدوار سوف نحاول نخرجه في رقم مستقلة سوف نخرج معكم في رقم مستقلة لأنه لا يوجد الفراغات لنجزوه إجزرسيس إجزرسيس السؤال الأول فيه السؤال الأول كالكول en détail سوف نحسبه و سوف نفصله détail لا زي طب لا زي طب بذو أ يساوي ناية أ عندنا 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2 إذن هنا شنو عندي 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2 إذن عندي عمليتين الجمع والطرح ندو الآن التابير بي إذن بي يساوي بي يساوي 8 في 12 مقصوم على 6 نتبهوا معي هنا عندي ذرب القسمة إذن نشوفوا نوع سبقه هنا 8 في 12 عا وجينا كبير اننا سبقو القسمة 12 المقصوم على 6 معي ثقسم على 2 دهن 2 في 8 إذن بي يساوي بي يساوي ثماني في 2 و ساوي 16 و بالتالي على بي يساوي 16 ندوز الان الى تعبير السل هي 20 ناقص 5 مضروبة في 3 زائد 6 مضروبة في 7 اذا انا عندي عملياتي عمليات الدرب والجمع والطرح كذلك اذا دائما الدرب واللي يسبق اذا 6 في 7 تساوي الى 42 زائد 5 في 3 تساوي الى 15 وهنا عندي 20 اذا سيساوي 20 ناقص 15 زائد 42 نسبقه عمليات الطرح اذا سيساوي 20 ناقص 15 يساوي 5 5 زائد 2 و 4 سيساوي 5 زائد 2 و 4 هي 7 و 4 اذا سيساوي 7 و 4 جزو الان الى التعبير الدي تعبير الدي اذا دي يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 12 زائد 3 احضوا دائما التعبير في الاقواص سيساوي 10 زائد 3 يساوي 15 مضروبة في 2 زائد 6 يساوي دا يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 15 دا يساوي 6 دائما سيساوي ضرب اللي هو التعبير ا بدون التعبير ا يساوي 74 ناقص 7 و نحلوا واحد المعقوفة اللي هي كبيرة 25 ناقص و نحلوا القوس 7 ناقص 2 نسد القوس و نضربه 3.1 و نسد المعقوفة تابهوا معي جيدا هنا هنا عندي 74 ناقص 7 مضروبة في هذه المعقوفة ضروري نحسبوها تشيلي كان بين هذه المعقوفة عاد ندوزونا اللي خارج اذا اولا ما بداخل المعقوفة عندنا الاقواص هنا عندي 7 ناقص 2 اذا 7 ناقص 2 عندي 5 اذا اولا نكتب تعبير من الاول يساوي 74 ناقص 7 حلو المعقوفة هنا عندي 25 ناقص ناقص لانه 7 ناقص 2 نسد المعقوفة اذا عندي دائما داخل المعقوفة عندي ضرب 5 مضروبة في 3.1 5 مضروبة في 3.1 تساوي لي 15.5 اذا 25 ناقص 15.5 ضربها في 7 او يساوي 74 ناقص 7 دائما داخل المعقوفة 25 ناقص 15.5 تساوي لي 9.5 اذا 9.5 مضروبة في 7 او يساوي 74 ناقص ديك 7 مضروبة في 9.5 7 مضروبة في 9.5 هي اللي غنسبقها لي انه الضرب يسبق لنا الجمع والطرح اذا او يساوي 74 ناقص 7 مضروبة في 9.5 تساوي 66.5 وبالتالي او يساوي 74 ناقص 66.5 تساوي لي 7.5 وهو الجواب الصحيح دوزو سؤال الثاني اذا سؤال الثاني مقسم A B C ثلاثة ديالاسئلة A افكتوية دو دو فاسان دفيرانة يعني غنحاولون خرجوه دوما جوجد يالطرق مختلفة لانتبع مايا عندنا كسان 2 افكتوية دو دو فاسان دو فاسان نبدأ ثلاثة فا مضروبة ثم 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 سوف نحسبها طريقة الأولى بسيطة سوف نحسبها 8 ذا 5 سوف نحسبتها 13 13 دربة 6 إذا 13 سوف نضربة 6 ماذا تقوم بإذن 78 ف يساوي 6 دربة 13 ف يساوي 78 سوف نخرج ولنحصل على 8 ايه هو الطريقة هنبدلها. F يساوي. نحن ندير الناشر. عندي 6 في 8 زائد 6 في 5. نفهم. F يساوي 6 في 48 زائد 6 في 5 يساوي 30. وبالتالي المجموع هو F يساوي 78. 48 زائد 30 كتساوي 78. نفهم. دزول العملية الثانية دائما في هاد سؤال القط. G يساوي. G يساوي. شكي ساوي. ساوي 17 ناقص 5. هاد شي مضروب في اثنان. إذا نبجو الطرق. إذا جي يساوي 17 ناقص 5 مضروبة في اثنان. طريقة الأولى غنحسبو دك شي اللي كان بين قوسين. إذا 17 ناقص 5 تساوي 12. 12 في 2. إذا جي يساوي 12 في 2. كم يساوي 12 في 2? يساوي 24. جي يساوي 24. وهنا عندي جي يساوي جي يساوي اشه ندير؟ ندير عملية النشر هادي فادي زايد هادي فادي اذا 2 في 17 ناقص 2 في 5 جي يساوي 2 في 17 يساوي كم 34 و 2 في 5 يساوي 10 وبالتالي جي يساوي 34 ناقص 10 هي 24 اذا نفس الجواب اذا خرجناها طريقتين مختلفتين دوزو الآن سؤال ب السؤال هذا سؤال ب بيك يقول لك كالكول كالكول يعني احسب احسب شغل نحسبه هادي العملية هادي اذا نحسبه هادي عندي اش يساوي 154 مضربة في 141 نعم ناقص 154 مضربة في 141 نلاحظ معايا هنا هنا قلي خرج نحسبه بطريقة اللي غادي تريحني طريقة اللي غادي تريحني أنني غنعمل لأنه عندي عامل مشترك إذن اش يساوي هادي العامل المشترك هنعمل به إذن غننتقل مندي كا في ا زائد كا في بي هنتقل لين كا في ا زائد بي إذن هي 154 مضربة في ماذا شغل يبقى لي هنا يبقى لي 141 ناقص إذن اش يساوي هي 154 مضربة 141 ناقص 41 هي 100 ومية مني غنضربها في هاد العدد هاد 154 اش هتعطيني هتعطيني اش يساوي هنزيد جوجة الأصفر إذن هتعطيني 15 1400 هذا هو الجواب هنا إذن أنا حسبت هاد السؤال هاد دوزو السؤال السي وهو السؤال الأخير بالث pas 20 30 وck 14 40 50 30 30 30 30 إذا إذا كانت عند those 3, and those 3. وإذن الآن 1.3 نعتبر مثلا إذا ac نعتبرها二 كلها نفعل så من هنا هنا وعن أستطيع تعبيرها أستطيع bright طيب 10 هي 4 انضرب 3.4 في جوجه فاصيله 3.4 فاصيله 3 كتصوى تساوي 9. ..جوج.ier إذا ذهوี่ 9.جوج. هو الـ الجواب ديال بيسي نعم واسيق عارفينها هي كاملة حك تسوي اسيق ستة فاصيلة استاش فاصيلة استا اذا ستاش فاصيلة استا كيسوي عابي زائد سعيد فاصيلة جوج حك تسوي سبعة فاصيلة اربعة اذا اذا هو الجواب الصحيح وهذا هو الاطول ديال هذه القطعة A-B إذن A-B يساوي 7.4 وبهذا سنكون كملت على فيديو ديال اليوم اللي كانت يخص فرض من فروض الرياضيات المستوى الأولى إعدادي كنتم معكم من الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته